ايام سودة بتمر على مصر كل ده بسبب السيسي اللي خلى حتى واحد زي الصحف الاسرائيلي ايدي كوين يتريع علينا قال ايدي كوين ايدي كوين بيطبق القول اللي قاله الزعيم الكبير مصطفى باشا كامل لو لم اكن مصريا لو ددت ان اكون مصريا ليه يا عم ايدي كوين انت ومصطفى كامل مع بعض يعني بتحب مصر اوي كده مصر عجباك استنى اوقع تحطاه اوقع تطلع انت مستعجل قوي ايدي كوين بيتمنى ان يكون عربيا ليه بقى اسمعوا دخلوا يا الله تفضل ياه 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 ما نفسي ابقى حاكم عربي وابني اصور رئاسية اخر من جهة مش ليه دي البلدنا بس محدش هيسكن فيها غيري خالص ولو ارصدت البنوك بتاعي في اوروبا اخرى وقان من خزينة الدولة وهباتها وكل حاجة واسبها للديون واخلي الشعب الصغنن بلا كهربا ولا ميا ولا ايات وحاجة خالص واخر رجلكو عمر قديم وازعت صوت الحق يقولون لكم لكم الفقراء لهم الجنة والصبر على الابتلاء من خصائص المؤمن بحبكوا اوي 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 يا عرب ايديو كهين لو افترضنا جدلا ان ايديو كهين ده اتولد في فلسطين فبلده عمرها بالزبط احسب عليش ابو صلاح قدرها بقى صار متايش مرتاح خمستاشر مايو الف تسعمية تمانية واربئين اعلن بن جوريون تأسيس دورة اسرائيل على مجموعة مستعمرات صغيرة صغيرة بقع كده ماشي من تمانية واربئين لحد الوقتي كم سنة ابو صلاح مات تقريبا بيحسب ابو صلاح خرج ولم يعود طيب انا اعيد لك ابو صلاح لحد ما اتطلعها ضيع وقت البيبنامج زي ما انت عايز ده ده فيه سبع جوه تمانية خمسة وسبعين سنة دولة بيعيرنا اللي دولته عمرها خمسة وسبعين سنة بيعيرنا كل عرب بيعير كل بيقولك يا يا عرب نفسي بقى حاكم عربي ما طبعا ما انت شوف الحكومة العرب بيعملوا ايه بيعملوا ايه يعني الرئيس الامريكي اسمه الرئيس الامريكي بيقول احد الرئيسان الامريكان بيتشتم فحد صحفي بيقوله انت بتشتم كتير جدا فقال له ما دي المهنة ده الشغل اللي انا باخد عليه مرتبي ان انا طلع الشتم يعني يشتموني ويجرجلوني في المحاكم انا باخد مرتبي عشان كده يعني عندنا في العرب لا اوها تقول كده ازعل منك انت حاكم عربي فانت في القرونة الوسطى تحكم بقى الشعب تتجوز دي النهاردة شهر يار بقى تشرد ده تجيب العيلة دي تجيبها الارض تحبس ده تقتل ده كن فيكون لما عندهم مهنة سخيفة جدا اسمها مهنة الرئيس حقيقة يعني مهنة تحتاج الى جلد زي ما قالت هلري كلينتون قالت لك الرئيس محتاج الى نوع كسيف من الجلد عشان يبقى رئيس عشان يتحمل عندنا لائم عز عندنا تولد تبقى أمك معرفش اللي نزل ساجد ده أمك بتولده على سيرك مثلا يعني ازاي ينزل ساجد إنه ما ينزل ساجد ما ينزلش ليه ولما يجبر يبقى سليمان ويبقى طبيب الفلاسفة ويهه لقي ناس بتكتبله يقولوله والله يا والله ما شفت يا ايه ده ايه الحلاوة دي عصر الممليك تتعرف كان بمناسبة بريزبي اللي انا اتكلمت عنه ده كان قابله واحد حاكم مملوكي كده كان وقع من الحسان ايده تكسرت فدخل عليه واحد دكتور جيل في كده قال له انت عايز تتعالج قال له قال له أنا أعالجك بس ماشي كله الدكاتة اللي عندك دول وشهر وتعالج تخالي اداله مكافأة ايه اداله ده ماشي إنما دبعته لبيوت وقصور الأمراء الممليك بحراسة يخبط على المملوك جلالة السلطان بيقول لكم ادي والطبيب ده مكافأته أنا مالي هو عالج السلطان بس ده شرط بقى عد على كل أمراء الممليك بموكب عسكري سلطاني يخبط على كل الأمراء ياخد مكافأته منهم ده غير المكافأة بحراسة جلالة السلطان انا اشيك ده